أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجيك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمعيك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجيك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئتي أخطيتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشداء إذ حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قمرك وجرت قدرتك ولا هو يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا جدوا لذنوبه غافرا ولا لقبائحه ساكرا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلاً غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظماً بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبتي على ما حملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك في الأحوال كل يا رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض هوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما ممكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ورقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك وعذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وله جبي لساني من ذكرك وأعتقده ضميري من حبك وبعد صلقة رافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيها أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شاري يا سيدي وإلهي ومولاه أتسلط النار على وجوهين خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشا وعلى جوارحا سعت إلى أوطاني تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا الكريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يغفف عن أله لأنه لا يكون إلا عن غضبك واندقامك وسخطك وهذا ولا تقوم له السماء وأنت والأرض يا الله السيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاه لأي الأمور إليك أشكوه ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وأبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى إنكرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزدك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهل عضجيج الأعملين ولأصرخنا إليك ينصراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيفين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترى إنك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلمين سجن فيها بمخالفته وذا قطى ماذا بها بمعصيته هو حبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما انسلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتبل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يدق القلبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيها تما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقضع لولا ما حكمت به من تعذي بجاحديك وقضيت به من إخلاج معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلد ناعك قلت ممتدرا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوه إلهي وسيدي فأسألك من القدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهداء لما خفيا عنهم وبرحمتك أخفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تمسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي جكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوا منك دنوا المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عفرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت له الإجابة فإليك يا ربي نصمت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريح الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسم دواغا وذكر شفاء وطاعة غناء إرحم من رنس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالي من لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلما تسليما كثيرا